ماذا تقول لكم؟ دخل الجواب انه هذا ماشي من نفس نوع من الناخل هذا النوع من النباتات في الشكل يشبه النخلة بس ليس بنخلة هذه النبتة يعطلها سيكاس هي نوع نبت قديم جدا جدا هذا من عصر الديناصورات هو موجودة هذه النبتة على بنب الناخل يمد أنها عرجون على الطم هذا ما يمد أنها عرجون من الطم ماذا يفعل؟ هنا في قلب هذا التاج ثمر يكون في القلب هذا الاختلاف رقم واحد الاختلاف رقم تنين الناخل على مستوى الجذع لا يمد أنه نحن نقول نحن نقول لغوجي الناخل صغير أو النباتات أخرى صغيرة تنمو عليه هذا يمد أنه معتها شغول سيكاسة صغيرة تنوض على الجذع هذا الاختلاف الثاني الثالث شيء الناخل نموتها سريع السيكاس نموتها باطئ جدا معتها بجلحق هذا العلو يكون في عمره حوالي خمسين سنة أو ستين سنة أوكي؟ وفي الحديقة الفياصية هذا النوع من الناخل هذا الناخل يقدر أولا نموته سريع حتى خمسة وعشرين أو ثلاثين متر هذا ثاني شيء يقدر يمشي يقاوم الرياح نعم هذه النباتات من ما ينجبوه هذه النباتات جبوهم من كل أنحاء العالم هذه السيكاس نقدر نقاوها في قارة أمريكا نقاوها في قارة أسيا أو قارة أوروبا لأن هذه النباتات في الماضي صح كان نقاوها في المكسيك أو نباتات في هذه الشحارة المرتفعة ولكن أنا الآن كي كان حدائق علمية على مستوى العالم معتها دوكال نباتات متواجدة في كل القارات وفي كل البلدات أوكي أولادي هاي نمشو دوكال راحين مش حنوع نحو الحوض الثاني تعل حديقة الفرنسية ونشرح لكم علاج فيها أحوال أحنا يراكم تشوفوا بلي هاد النبات تشوفوا بنا الشكل دائري هاد التقنية عطولها لاغطوبياغا هو تقنية عملها في الإيطاليين نعطوا لأن النباتات نعطوا لها أشكال هندسية إما دائرية إما شكل الحيوانات وهو هاد التقنية لازم العامل اللي يديرها يكون يعرف ملح كيفاش يزبر النباتة بأشكال هندسية هادي عشق لكم الحديقة الفرنسية تعتمد بالكثير على الأشكال هندسية